ولكم باك الاخبط الاوراق هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد ردمشن توزن طبعا مروا اسبوع الغضب وخلصت تقريبا اخرى بما انه اخر خمس ايام ما نزلت أي مقطع ونعتذر على ذلك زي ما يقولون من طول الغيبات جاء بالغنايم اليوم رح نتكلم عن موضوعين الموضوع الأول كيف تخش سيرفر الحالك بدون ما أحد يقروشك وتصيد زي ما أنت تبغى وبدون ما أحد يسرقك أو يقروشك هذا الموضوع الأول والموضوع الثاني رح يكون طريقة فلوس رح أعلمكم طريقة جديدة كيف تجيبون فلوس في الأونلاين ورح تكون عبارة عن تدبيل البانثر لما تروح للمكان المعين كل مرة رح تحصل البانثر وغالبا غالبا رح يكون ثلاثة نجوم يعني رح يكون سعره غالي بالنسبة للأشخاص اللي ما يعرفون البانثر البانثر يعني شبيه جدا جدا بالنمر تقدر تكتل وتأخذ جلده وتأخذ جثته وتروح تبيعها عند اللي هو السكنر ورح يعطيك مبلغ غالي فيلا نخش في المقطع طبعا أول شي رح تسوي اللي هو ستارت بعد الستارت رح تروح تدور لك على مهمة سترينجر أو أحد المهمات البرتقالية هذه أو الشخص اللي أشر لك فأنت رح تدور على وحدة أو على علامة اسمها سترينجر لازم لازم تكون العلامة سترينجر إذا ما كان سترينجر ترى ما رح تنفع طريقة فلما تحصل لك أحد العلامات اللي مكتوب عليها سترينجر كل اللي عليك إنك تتوجه لها وتروح ليل هو الشخصية هذه طبعا هذه الشخصية وإنت رح يدور بينكم اللي هو حوار لازم لازم تشوف الحوار كامل خطوة ضرورية جدا إنك تتفرج الحوار كامل وما تسوي له سكيب لأنه هو هذا السر المهنة إنك تدور لك على مهمة سترينجر ما تعرفه وتتفرج القصص الكاملة اللي تدور بينك وبين هذه الشخصية بعدها رح يعطيكم مهمة بسيطة جدا 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 كل اللي عليك إنك تعدي هذه المهمة طبعا بعد ما تخلص اللي هو المهمة رح تلاحظ إنك في السيرفر لحالك وعشان تتأكد بنسبة 100% كل اللي عليك إنك تضغط سام يسار بعد السام يسار رح تروح للي هو البلايرز ورح تلاحظ أنت اللاعب الوحيد الموجود في السيرفر وتبتتأكد كمان زيادة سوي ستار تخش على الماب وشوف الماب رح تلاحظ ولا واحد معاك فقط أنت فرح تمزمز على جميع الحيوانات الموجودة الثلاث نجوم البيرفكت البانثر الكوغر ولا الغنم يعني كل شي رح تمزمز به ودم أحد يأذيك سواء تعدي مهمات جانبية أو إنك تصيد فهذه هي الطريقة الوحيدة الموجودة حاليا لإنك تخش السيرفر خاص طيب صالح كيف أرجع عيد أو أخش مرة ثانية لسيرفر خاص بكل بساطة رح تعيد نفس القطوات رح تدور لك على مهمة سترينجر وتشوف الكاتسينزا والقصص بعدها رح يعطيك مهمة بسيطة عدي هذه المهمة ورح يدخلك لسيرفر خاص طيب الآن رح ننتقل لموضوعنا الثاني اللي هو موضوع البانثر والفلوس طبعا البانثر رح يرسبن في هذه المنطقة وتحديدا بجنب هذا الشارع في هذا الشارع رح يرسبن البانثر بكثرة كل مرة تتوجه لهذا المكان رح تحصل البانثر البيرفكت متكي مستنيك مستنيك تصيده وتأخذ جلده وجثته طبعا رح تتوجه لهذا المكان بعدها رح تبدأ تدور على البانثر طبعا بعض الأحيان لما تيجي لهذا المنطقة ما تحصل البانثر مرسبن تقعد تلفلف تدور 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 ما تحصله ايش الحال يا صالح كل اللي عليك انك تتوجه لهذا الشارع زي ما تشوفون في الجيم بلاي ورح تأخذ لك كذا لفة بسيطة يعني بعد عن منطقة البانثر وارجع مرة أخرى لمنطقة البانثر ورح تحصل انه البانثر رسبن تمشي تخش على الغابة على طول هو رح يهاجمك وانت حاول انك تقتله طبعا البانثر هو كذا طبعه على طول يهاجم ما يعطيك اي فرصة فانت دائما كون مستعد لما تخش الغابة طيب اصالح بأي سلاح انا اقدر اقتله انت مخير انت تقدر تقتله بالبولت اكشن رايفل او الاسهم لكن انا انصحك دائما انك تستخدم البولت اكشن رايفل عشان تقتله من طلقة واحدة وبالسلاح انت دكتر تتحكم في الايم اكثر من الاسهم فالولة الاخير انت مخير لكن انا انصحك بالسنايبر طبعا زي ما تشوفون جلدناه في راسه والبانثر بقي ثلاثة نجوم وبيرفكت فرح ناخذ لهو الجلد وايضا رح ناخذ الجثة ضروري جدا مو بس تاخذ الجلد وتمتشيز الوفلاين لا خذ الجثة وخذ ايضا الجلد ورح تجي معاه مجموعة من الاشياء ايضا انياب وغيرها بعد ما تاخذ هذه الاشياء كل اللي عليك انك تتوجه للبوتشر في مدينة رودز قريب مرة ماهو بعيد يعني ابو دقيقتين وانت كذاك واصل مدينة رودز وتحديدا عند البوتشر او الجزار طيب اذا كان البانثر ثلاثة نجوم الجثة رح تعطيك 14 دولار والجلد رح يعطيك 6 دولار و 25 سنت والهو الانيميل فات رح يجيب لك 25 سنت والثلاث قطع لحوم رح تجيب لك تقريبا 3 دولار و 75 سنت المجمل 24 دولار و 25 سنت في 5 دقائق ما رح تاخذ اكثر من 5 دقائق الا وال 25 دولار في جيبك طبعا البانثر حتى لو كان بور او نجمة واحدة ترى رح يجيب لك قيمة يعني البانثر في جميع احواله قيم جدا طبعا اذا كان بور او جبت له البانثر بور رح يجيب لك القيم التالية الجثة رح تجيب لك 5 دولار و 60 هللة الجلد رح يعطيك دولارين نص والانهم الفات رح يجيب لك 25 سنت والهو اللحوم رح تجيب لك دولارين و 25 سنت المجمل رح يكون 10 دولار ونص تقريبا هذا اذا كان بور لكن انت دايما دايما حاول انك تصيده بيرفكت او 3 نجوم عشان تطلع بـ 25 دولار ترى حتى لو كان نجمتين ايضا رح يجيب لك قيمة جيدة ممكن 15 دولار الى 16 دولار فاستغلوا الطريقة باسرع شي ممكن بحيث روكستار ما تقفلها علينا طيب الان رح اعطيكم افضل طريقة لهذا المكان طبعا رح اسمي هذا المكان افضل مكان للصيد حاليا لانه مكان غني جدا بالحيوانات الـ او الثلاثة نجوم او ملي بالحيوانات بشكل عام يعني ما تمشي خطوتين اللي رح تحصل لك حيوان طيب اول شي تجي لهذا المكان صيد بانثر حلو؟ بعد ما تصيد بانثر دور لك على حيوانات اخرى في هذا المكان رح تنتشر حيوانات كثيرة ممكن تحصل ارانب ممكن تحصل خنازير وانتو بكرامة ممكن تحصل غزلان ممكن تحصل بطركي ممكن تحصل طيور يعني رح تحصل حيوانات قيمة ورح تجيب لك اسعار جيدة طبعا زي ما تشوفون انا حصلت اللي هنا خنزير قدرت اصيده واخدت الجلد حقه وكان قيم ومع الحيوان ايضا او مع الخنزير وانتو بكرامة رح تجي اشياء ثانية من يعني انيميل فات وغيرها فصيد مثلا خنزير بعدها رح تدور لك على غزالة وخذ جلدها ومرة اخرى تدور لك على مثلا ارنب الارانب كثيرة منتشرة في المنطقة يعني الارنب تقدر تاخذ منه جثتين جثة تعلقها على اليمين وجثة تعلقها على اليسار دائما خليها ثلاثة نجوم عشان ينباع بأعلى قيمة طبعا اول رحلة استغرقت مني تقريبا عشرة دقائق وطلعت بهذه الاشياء الكثيرة جدا زي ما تشوفون في القيم بلاي يعني جثة ارنب جثة بانثر جثة بك جثة غزال وانوملفات وجلود وارانب يعني طلعت بمجموعة كبيرة من الحيوانات الثلاثة نجوم ومجموعة هذه الرحلة كان 51 دولار دولار ينطح دولار تقريبا نقدر نقول 52 دولار في عشرة دقائق فقط الرحلة الثانية قعد تقريبا خمسة دقائق الى سبعة دقائق وقدرت اطلع 36 دولار يعني في كل الحالتين انت كسبان واذا كنت شخص فقط مهتم بالبانثر فتوجه للمنطق هذيك وصيد بانثر ابيع صيد بانثر ابيع صيد بانثر ابيع طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هد الان يدمر لكم الجبهة وفاء على طول ها هيا حطوا لايك يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة